بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة بيولوجي الصف الأول أزرع كلمنا في الحلقات السابقة عن الزهار والإسمار في النباتات الزهرية وعرفنا أن عملية التلقيح والإخصاب أو التكاثر هي عملية حيوية مهمة جدا للكائنات الحية عموما وللنبات بالأخص لأن النبات بيقوم بعمليات حيوية داخل القرى الأرضية من شأنها أن هي تعزز دخول الأكسوجين أو زيادة كمية الأكسوجين في الجو الأرضي إذن عملية التكاثر في النباتات عملية في غاية الأهمية وعملية التكاثر عادة بتعتمد على الزهرة اللي هي عضو التسكير والتأنيس في الزهرة أو عضو التكاثر في الزهرة واللي يجب أن يحصل في عملية توقيح وإخصاب علشان تبدأ هذه النباتات في إنتاج أفراد جديدة والحفاظ على نوعها من الإنقراض زي ما إحنا عارفين لأن عملية التكاثر في الأول وفي الآخر هي عملية الغرض منها الحفاظ على النوع وزيادة عدد أفراد الصنف أو الجنس الواحد في النباتات أو في جميع الكائنات الحية النهاردة هنتكلم عن التوقيح والإخصاب في النباتات الزهرية وحنتكلم عن كيفية تكوين البزور تعالوا نشوف مع بعض حلقة النهاردة ونشوف التوقيح والإخصاب في النباتات حنتكلم عن كيفية تكوين البزور وحنقول أن بيتوقف تكوين البزور على عمليتها التوقيح والإخصاب ويقصد بالتوقيح التعريف بتاعها انتقال حبوب اللقاح إلى الميسم ثم النبات من حبة اللقاح التي تسقط على سطح الميسم وتنمو الأنبوبة اللقاحية خلال القلم ثم المبيض وتكون حبوب اللقاح يبقى عملية التوقيح والإخصاب يقصد بالتوقيح سقوط حبة اللقاح على الميسم وإنبات أنبوبة اللقاح على الميسم ودخلها إلى القلم ثم إلى المبيض ليه؟ لتكوين البزور من خلال النواة اللي موجودة في حبة اللقاح واللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة إن شاء الله بعمل قطاع عرضي زي ما احنا شايفين في مطق الزهرة احنا عارفين أن الأعضاء الزهرية الزكريا في الزهرة بتتكون من الأزدية واللي هي عبارة عن خيط زي ما احنا شايفين اللي هو العنق الطويل ده ثم المطق اللي بيكون فيه تقريبا أربع حجرات بتحمل كل منها عدد كبير من حبوب اللقاح زي ما هنشوف هنعمل قطاع عرضي في المطق بالشكل اللي قدامنا ده كده احنا قطعنا المطق بتاعنا فظهر قدامنا فعلا أربع حجرات من حجرات اللقاح كل حجرة من دول بتحتوي على خلية أم هذه الخلية الأم هي اللي بتنتج حبوب اللقاح بعمل قطاع عرضي في مطق الزهرة بيتضح وجود أربع حجرات من الخلايا المستديرة كثيرة العدد ولها المقدرة على تكوين حبوب اللقاح ولذلك بيطلق عليها الخلايا الأمية اللقاحية يبقى الخلية اللي موجودة داخل كل حجرة بتسمى الخلايا الأمية اللقاحية ليه؟ لأنها قادرة على تكوين عدد كبير من حبوب اللقاح وتوجد كل مجموعة من هذه الخلايا في تجويف بطول المطق بيسمى الكيس اللقاحي وبيحتوي المطق على أربع أكياس لقاحية زي ما اتكلمنا قبل كده بالنسبة للخلايا الأمية لو حاولنا أن احنا نشوف إزاي بتتكون حبة اللقاح هنشوف من خلال الرسم اللي قدامنا أو اللوحة اللي قدامنا هنشوف إزاي بتتكون حبوب اللقاح داخل المطق بتحتوي الخلايا الأمية على العدد الزوجي من الكروموسومات وإحنا عارفين أن الكروموسومات هي حاملة الصفات الوراسية أو الجينات الوراسية وعدد الكروموسومات بيرمز له بالرمز اتنين نون أو انتو زي ما احنا شايفين يبقى عدد الكروموسومات بيكون زوجي وعادة بيرمز إليه بالرمز اتنين نون أو انتو وتنقسم كل خلية أمية انقساما اختزاليا يعني بتنقسم عدة انقسامات متتالية وعادة ما بيكون هذا الانقسام انقسام ميتوزي يعني انقسام جسمي في الخلايا الجسمية فبتعطي أربع خلايا لقاحية كل واحدة منها بها نصف عدد الكروموسوم الأصلي زي ما احنا شايفين ادي الأربع حجرات بتوع الموتوك اللي موجودين في الموتوك ادي الخلايا الأمية اللي احنا عاملين حواليها دايرة وبنطلعها لك برة اهي بالشكل ده اللي هو وغداء اللون الأزرق او البنفسيجي شوية هي دي الخلية الأمية اللي بتنتج حبوب اللقاح الخلية الأمية نفسها بتنقسم عدة انقسامات او بنسميه انقسام سنائي يعني بتنقسم الى خليتين هي خلية تنقسم الى خليتين وبالتالي بتكون لنا بعد كده كل واحدة منهم بتنقسم برضو انقسامين فبتكون لي حاجة اسمها الطر الرباعي يعني أربع خلايا من حبوب اللقاح او خلايا الأمية كل خلية من الخلايا الاربعة دي هتتحول لي الى حبة لقاح وكل حبة لقاح زي ما احنا شايفين جواها نواتين 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 خضرية ودي حتنقسم عشان حبة اللقاح تتمدد وتكون الانبوبة اللقاحية ونواتها ناسلية اللي هي حتقوم بعملية التناسل باندماجها مع البويضة الانسوية زي ما هنشوف بعدين يبقى اذا الاربع خلايا بتوع الموتك جواهم جوا كل كيس لقاح منهم خلية امية بتنتج حبوب اللقاح وهذه الخلية الامية بتنقسم بدورها الى خليتين ثم الى اربع خلايا تتحول كل منها الى حبة لقاح بيها نواة خضرية ونواة تناسلية لو جنا نبصها نشوف ادي حبة اللقاح ايه طبعا هما بيصوروها بعد ما نبتت ادي حبة اللقاح وبتنبت الانبوبة اللقاحية بتاعتها جوا الانبوبة اللقاحية حيكون نواة خضرية علشان التمدد ونواة تناسلية اللي هي خاصة بعملية التكاثر ايه دا هو دا انبوب اللقاح اللي بيحتوي على النواة الخضرية والنواة التناسلية طيب ازاي هتتكون حبوب اللقاح بتنقسم النواة بكل خلية اللقاح انقساما اعتياديا يعني ميوزي يعني جنسي لتعطي نواة انبوبية ونواة تناسلية وبذلك تتحول الخلايا اللقاحية الى حبوب اللقاح وتنتسر في الموتك زي ما شوفنا كده في اللوحات السابقة او في الشراح السابقة عملية التلقيح والاخصاب لا يمكن تتم الا عن طريق الجميطة المذكرة اللي هي حبت اللقاح والجميطة المؤنسة اللي هي عبارة عن البويضة الانصوية الموجودة في مبيض الزهرة وعشان تتكون حبوب اللقاح اللي هو المشيد الجنسي الزكري او الجميطة المذكرة فيجب ان هي تنتج الاول حبوب لقاح كثيرة العدل لا يمكن تكوين حبوب لقاح كثيرة الا عن طريق الخلايا الامية اللي هي موجودة فين داخل الكيس اللقاحي اللي هو فين اللي في الحجر الاربعة الموجودة في الموتك يبقى الموتك فيه اربع حجرات كل حجرة فيها كيس لقاحي وجوه كل كيس لقاحي عدد من الخلايا الامية اللي بتنقسم عدة انقسامات ميتوزية او انقسامات جسمية علشان تعطي اربع خلايا مشابهة للخلية الام ولكن هتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات يعني مش هتحتوي على العدد كله من الكروموسومات هيبقى جوه كل خلية من هذه الخلايا او هتتحول كل خلية من هذه الخلايا الى حبة لقاح وجوه كل حبة لقاح نواة تناسلية ونواة جسمية النواة الجسمية اللي هي خاصة بالتكاسر والنمو واستطالة الخلية اما الخلية الجنسية هي دي اللي بتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات واللي هتبدأ تلتحم بعد كده فيما بعد بالبوايدة الانسوية اللي برضو بتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات من الخلية الام علشان في الاخر بعد اندماجهم يدون العدد الكلي للكروموسومات اللي هو اتنين نون او انتو زي ما عرفنا طيب احنا عرفنا دلوقتي ازاي حبة اللقاح بتنتج او بتتكون عايزين بقى نعرف طيب البوايدة اللي هي الانسوية ازاي ايضا بتتكون عشان نعرف بعد كده ازاي عملية الاخصاب هتحصل عرفنا ان التوقيح هو انتقال حبة اللقاح من مطق الزهرة الى ميسم الزهرة نفسها او ميسم زهرة اخرى على نفس النبات او على نبات اخر وتكوين انبوبة لقاحية او انبوبة انبات علشان يتم بيها تلقيح البوايدة الانسوية عايزين بقى نعرف تكوين البوايدة الانسوية ازاي بتتكون داخل المبيض وده اللي هنشوفه مع بعض في الشريحة اللي جاي علشان نتكون البوايدات بيحتوي المبيض اولا على بوايدة او اكتر المبيض بيحتوي على اكتر من بوايدة وتنشأ كل بوايدة من مشيمة من بروز صغير يسمى انيوسيلة يبقى كل بوايدة من البوايدات بتحتوي او كل مبيض من المبيض بتاعت الزهرة بيحتوي على عدد كبير من البوايدات واحدة او اكتر بتنشأ كل بوايدة منهم من بروز صغير موجود في جدار المبيض بيسمى انيوسيلة والنيوسيلة ده اللي احنا بنعرفه بجسم البوايدة اللي هو الجسم اللي بتنشأ منه او بتنتج منه البوايدة بيقابل انيوسيلة او جسم البوايدة في الاكياس اللقاحية الخلية الامية الزكريا او خلية الامة الامية اللقاحية وينشأ حول انيوسيلة عديد من الانسجة المختلفة اللي بتحيط بها تماما باستثناء فتحة النقير لو جينا نبص هنجد ان ادي المبيض بتاعنا بيكون جواه بوايدة او جسم البوايدة النيوسيلة وبيبدأ ان هو ينقسم برضو عدة انقسمات عشان يكولي عدة بوايدات او بتكون البوايدات موجودة في الاساس وبتبدأ ان هي تتوزع داخل المبيض ما احنا شايفين وبتظهر داخل النيوسيلة خلية واحدة كبيرة تسمى الخلية الامية الانسوية ايه فايداتها هي بتنقسم بعملية الانقسم الاختزالي اللي هو الميتوزي انقسمين متتاليين لتعطي اربع خلايا تحتوي كل منها على نصف العدد من الكروموسومات الاساسية يبقى هنا البوايدة او الخلية الامية الانسوية بتعمل عملية انقسم اختزالي عدة مرات بتدي انقسمين متتاليين عشان تدي اربع خلايا في كل انقسم هتدي خليتين الخلية هتبقى خليتين والخليتين هتحولوا لأربع خلايا وكل منها بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات الاصلية بيحدث عادة ان تنمو واحدة من الخلايا الاربعة يبقى واحدة هتنمو من الاربع خلايا وتنقسم نواتها الى سلاس انقسمات اعتيادية برضو متتالية ليه لتكوين الطرف الكلازي للبوايدة ثم تتجه نواة واحدة من كل مجموعة الى وسط البوايدة ويطلق عليها النواتين القطبيتين ليه قطبيتين لان كل واحدة منهم هتتجه الى قطب من اقطاب المبيض زي ما احنا شايفين في الصف التاني من الصورة ان كل خلية بتتجه الى قطب من الاقطاب يعني واحدة هتبقى في الاعلى في الشمال واحدة هتبقى اسفل خالص في جنوب او في اقصى المبيض زي ما احنا شايفين بتنقسم عدة انقسمات بتتحول الاربعة كل منها بيحوي نصف العدد من الكروموسومات بتصبح النواتين الاخريتين خليتين مساعدتين اما التلات انوية المتبقية ناحية الطرف الكلازي فيتكون لها جدار خلوي وتسمى بالخلايا السمتية وبذلك يتم تكوين الطرف الجميطي المؤنس الناضج يعني بيتكون بيضة وخليتين مساعدتين عنده قمة ونواتين قطبيتين في الوسط زي ما احنا شايفين اهو ادي خليتين في الاعلى وتلات نواية او تلات خلايا قطبية واحدة في الوسط وتلاتة سمتية بتوجد اسفل المبيض كده يبقى احنا عرفنا ازاي البويضة بتتكون وازاي حبة اللقاح بيتكون وزي ما كان فيه خلية امية زكريا في الكيس اللقاحي فنجد في المبيض خلية امية امسوية دي بتنتج البويضات باعداد برضو اه محددة ممكن من واحدة الى اكتر من كده ممكن توصل الى سبع انوية او سبع اه بويضات زي ما الخلية الامية الزكريا داخل الكيس اللقاحي بتنتج حبوب اللقاح ولكن بتنتجها باعداد كبيرة جدا ليه لان حبوب اللقاح بتكون معرضة للضياع مع الريح او نتيجة اهتزاز الزهرة او جراء او تقطيع الزهرة او تقطيع المتج فطبعا عدد كبير من حبوب اللقاح بيضيع لذلك يجب تكوين اعداد كبيرة جدا من حبوب اللقاح عن طريق الخلية الامية الزكريا كده احنا عرفنا ازاي بتتكون البويضة وازاي بتتكون حب اللقاح ومش باقي غير انها نعرف ازاي بتتم عملية الاخصاب لتكوين البزور بنجد ان البويضات المخصبة الناضجة والصمار اللي هي المبيض الناضج لابد ان يحدث لها عمليتين توقيح ويتباعها عملية الاخصاب يبقى البزور دي بتكون هي البويضات المخصبة الناضجة البزور هي البويضات المخصبة الناضجة والصمار هي المبيض الناضج وعلشان تصبح البويضات مخصبة وناضجة وعلشان المبيض يصبح ناضج ويتحول الى صمرة يبقى لابد من حدوث عمليتي التلقيح والاخصاب طب ايه هو التلقيح قلنا قبل كده هو انتقال حبوب اللقاح من الموتوك بعد نطجها الى ميسم او مياسم الازهار المناسبة في الوقت المناسب والصورة بتبين لنا ان الموتوك المفتوح تنصرت منه حبوب اللقاح زي ما احنا شايفين ونزلت على ميسم الزهرة اللي قدامنا بعد كده ايه اللي هيحصل هذه الحبة او حبة اللقاح او حبوب اللقاح اللي هتنزل على الميسم هتبدأ بالانبات وزي ما احنا عارفين ان الميسم بيحتوي على مادة سكرية لازجة لها عدة اغراض الغرض الاول التصاق حبوب اللقاح بيها اتنين علشان تجمع بيها الحشرات وتأخذ راحقة وبالتالي بتاخد حبوب اللقاح من موتوك الزهرة الى ميسم ازهار اخرى ثم ان هذه المادة السكرية بتتشربها حبة اللقاح علشان تتغذى عليها وتبدأ تنتج انبوب اللقاح اللي هينزل في القلم زي ما هنشوف التلقيح عندنا بيتكون من نوعين او لو نوعين تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي يبقى عندنا التلقيح بيكون منقسم الى قسمين تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي ايه هو تلقيح ذاتي تلقيح ذاتي هو انتقال حبة اللقاح من موتوك الزهرة الى ميسم نفس الزهرة اذا ما فيش اي مشكلة من موتوك الزهرة على ميسم نفس الزهرة وخصوصا اذا كانت الزهرة خنسة طب والتلقيح الخلطي التلقيح الخلطي هو انتقال حبة اللقاح من موتوك الزهرة الى ميسم ظهرة اخرى موجودة على نفس النبات يعني الزهرتين موجودين على نفس النبات او على مياسم ازهار اخرى على نباتات أخرى خارج هذا النبات طيب تعال نشوف التعريف بتاع التوقيح الزاتي والتوقيح الخلطي التوقيح الزاتي هو انتقال حبوب اللقاح من مطق زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو ميسم زهرة أخرى على نفس النبات طيب إيه الحالات اللي بيرجح فيها التوقيح الزاتي إمتى بنكون محتاجين التوقيح الزاتي أو إزاي التوقيح الزاتي بيكون مهم لنا ده بيكون في حالة الأزهار اللي لا تتفتح مطلقا وإذا تفتحت تتفتح بعد عملية الإخصاب يعني الزهرة ما بتتفتحش نهائي وإذا تفتحت تتفتح بعد الإخصاب كما في الشعير والزمير وبعض نباتات العائلة الفراشية كمان بيوجد في حالة النباتات التي تبلغ فيها المتوق والمياسم معا يعني الاتنين بيبلغوا مع بعض جنسيا ولا توجد موانع في تركيب الزهرة يحول دون وصول حبة اللقاح إلى الميسم كما في الكتان يبقى عندنا حالتين من حالات التلقيح الزاتي أولا أن تكون الزهرة لا تتفتح أبدا ومدامها ما بتتفتحش يبقى لن تسمح لحبوب لقاح من زهرة أخرى من خارج النبات أو حتى على النبات نفسه من اختراق أوراقة المتحورة اللي هي عبارة عن البتالات والسبلات لأنها مش متفتحة وبالتالي مش هيتم التلقيح من الخارج يعني مش هيكون تلقيح خلطي طيب أمال إيه اللي هيحصل وهي مقفولة هتبدأ الموتك أصلا تلقح الميسم بتاعت نفس الزهرة بما أنهم مقفولين على بعضهم وخلاص كده يبقى إذن الزهرة منها فيها بتتفتح بعد الإخصاب بيكون تمت عملية الإخصاب طبيعي أوتوماتيك يعني ليه؟ لأن الزهرة مقفولة على نفسها فبتلقح نفسها بنفسها أو أن أنت تجد أن الموتك والمياسم بتنضج معا جنسيا يعني الاتنين نضجوا مع بعض في نفس الوقت في الحالة دي بيرجح أن هي تتلقى تلقيح ذاتي من نفس الزهرة أو من زهرة أخرى على نفس النبات وبذلك يتم التلقيح إذاتي طيب عايزين نشوف التلقيح الخلطي نجد أن التلقيح الخلطي هو انتقال حبوب اللقاح من موتك الزهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر لكن من نفس النوع يعني زهرة ورد يبقى بتخصب أو بتلقح شجرة ورد أخرى ما ينفعش ياسمين ما ينفعش فل ما ينفعش أي أظهر أخرى لازم يكون من نفس النوع أو من الجنس بس الجنس ده يكون مقارب للجنس الأصلي يعني جنس موافق أو متوافق معه على نفس النبات طيب نشوف بقى التلقيح الخلطي وإيه الحالات اللي بيرجح فيها التلقيح الخلطي إحنا عرفنا التلقيح الذاتي إزاي بيتم وإيه الحالات بتاعته عايزين بقى نشوف الحالات اللي بيرجح فيها التلقيح الخلطي وعادة ما بيكون التلقيح الخلطي أهم وأكتر من التلقيح الذاتي رقم واحد إن الأظهار وحيدة الجنس اللي هي منفصلة المحيطات الزهرية بمعنى إنه هيكون على الظهرة ظهرة مذكرة وظهرة مؤنسة على نفس النبات ظهرة مذكرة وظهرة مؤنسة ودي اللي بنسميها أحادية المسكن الزهرتين الزكر والأنسة موجودة في نفس المسكن في نفس النبات كما في الزرة والخروع والصنوبر أو على نباتين منفصلين كما في نخيل البلحة كلنا عارفين إن نخيل البلح في نخيل مذكر ونخيل مؤنس رقم اثنين عدم بلوغ الأعضاء الأساسية في نفس الزهرة في وقت واحد فقد تنضج المطق وتنتسر حبوب اللقاح قبل استعداد الميسم لاستقبالها كما في نباتات العائلة النجمية المركبة وقد يكون الميسم هو المهيئ لاستقبال حبوب اللقاح قبل تفتح المطق وانتصار حبوب اللقاح كما في التفاح والكمترة أيضا عدم قدرة حبوب اللقاح على إخصاب البويضات الموجودة بأظهار نفس النبات يعني ايه الكلام ده يعني حبوب اللقاح ما بتكونش قادرة تخصب البويضات الموجودة في نفس الزهرة على نفس النبات وده بيرجع لعدة أسباب فيسيولوجية منها إن حبة اللقاح ما بتنبتش أو ما بتنبتش على ميسم الزهرة وإذا نبتت بتكون الأنبوبة اللقاحية قصيرة لا تصل إلى المبيض أو إلى البويضات والمبيض الموجودة داخل المبيض أو ميل طبيعي بين الجميطتين فيما يعرف بالظاهرة عدم التوافق الزاتي يعني الاتنين ممكن يتابلوا ولكن لا يحدث الإخصاب نتيجة ما يعرف بعدم التوافق الزاتي ده بيبقى عادة موجود في أشجار البرقوق والكومتر أيضا من الأشياء اللي بترجح عملية التلقيح الخلطي هو اختلاف الأطول بين الأزدية وبين القلم بحيث أنه ممكن يكون القلم أطول من الأزدية يعني الميسم بيكون مرتفع عن المطق أو عن الأزدية الأزدية قصيرة جدا والقلم طويل جدا فالميسم بعيد عن الأزدية الميسم فوق والأزدية تحت فبالتالي حبوب اللقاح ما بتقدرش تطلع لفوق مش هتقدر تطلع لفوق إلا عن طريق حشرات أو عن طريق الرياح أو عن طريق الإنسان نفسه إذن بيرجح في الحالة دي التلقيح الخلطي اختلاف أطول الأزدية والأقلام في الظهرة الوحدة بحيث تكون الميسم أعلى من الأزدية كما في بعض أصناف الليسرم وظهرة البانسيه أيضا وجود تركيب خاصة بالزهرة بتعمل على التلقيح الخلطي زي شكل تويج اللي لا يسمح إلا لحشرة معينة بدخول الزهرة تويج قد يكون ضيق جدا ما بيجعلش الموضوع هاين على الحشرات اللي بتلقح الأزهار وبالتالي لا تدخل إليها إلا حشرة معينة لأخذ الرحيق وده كما في العائلة الفولية شوفنا ازاي ان التلقيح الخلطي بيكون أحد أسبابه ان الزهرة إما مذكرة أو مؤنسة يعني مش خونسة الزهرة ما بتكونش خونسة زهرة مذكرة وزهرة أونسة على نفس النبات بنسميه وحيد المسكن ليه وحيد المسكن لأن الزهرتين المذكرة والمؤنسة موجودين هما الاتنين على نبات واحد فقط طيب أو قد يكون كل زهرة منهم أو كل عضو منهم موجود على نبات مستقل صناء المسكن زي نخيل فيه نخلة مذكرة ونخلة مؤنسة وبالتالي عملية التلقيح بتكون صعبة جدا إلا عن طريق الإنسان أو الحشرات طيب فيه حاجة تانية آه فيه ممكن تكون الأسدية أطول من المياسم والأقلام بتاعة المبيض بتكون أعلى من السداء أعلى من الموتق الزهرة وبالتالي لا تستطيع حبوب اللقاح تلقيح المياسم لأن المفروض أن هي زي ما احنا شفنا أن الأسدية لازم تكون أعلى من المياسم علشان تحدث عملية التلقيح ولكن لو حصل للعكس لازم يكون التلقيح خلطي أو أن الموتق وحبوب اللقاح ما بتنضجش في نفس الوقت اللي بتنضج فيه المبايض أو أن حبة اللقاح لا تنبط على ميسم الزهرة وإذا نبتت بيكون انبوب اللقاح قصير جدا لا يقدر أنه هو يخترق القلم الطويل ويصل إلى المبيض لكي يتم عملية الإخصاب وبالتالي بتنقطع عملية الإخصاب أو إذا وصلت حتى بيكون فيه عدم توافق ذاتي بين حبة اللقاح وبين البوايدة الأنصوية وبالتالي أيضا لا يحدث إلا تلقيح خلطي من زهرة أخرى إلى ما يسم زهرة أخرى سواء كان على نفس النبات أو على نبات آخر عايزين بقى نشوف وسائل انتقال حبوب اللقاح بتتحرك حبوب اللقاح بعوامل خارجية منها الحشرات زي ما قلنا الرياح طبعا مهمة جدا في نقل حبوب اللقاح والمياه أيضا والإنسان اللي احنا بنسميه التلقيح الصناع أولا التلقيح بواسطة الحشرات زي ما شايفين في الصور دي الأنواع بتاعت وسائل انتقال حبوب اللقاح عن طريق الحشرات عن طريق الرياح عن طريق المياه أو عن طريق الإنسان بالنسبة للتلقيح بواسطة الحشرات بتسمى الأزهار التي تلقح الأزهار بالحشرات الزهرية أو بالأزهار الحشرية التلقيح وتلقح جميع الأزهار ملتحمة من البتلات بواسطة الحشرات يبقى كل البتلات الملتحمة أو الأزهار ذات البتلات الملتحمة بيكون تلقيح تلقيح خلطي عن طريق الحشرات ويمثل التلقيح الحشري النسبة الأكبر للتلقيح الخلطي يعني التلقيح الخلطي بيتم أكتر عن طريق الحشرات مش عن طريق الرياح والمياه أو حتى الإنسان لا الحشرات بتقوم بالجزء الأكبر زي حنك السابع طبعا أزهار حنك السابع نبات حنك السابع والسالفيا والتين والبازلاء ومن أهم الحشرات اللي بتقوم بذلك هي الفراشات والنحل والخنافس الصغيرة طيب إيه صفات الأزهار الحشرية التلقيح الأزهار حشرية التلقيح أو الأزهار اللي بتلقى عن طريق الحشرات بيكون لها عدة صفات ومميازات رقم واحد أن تكون الأزهار كبيرة الحجم وزاتة بتلات ملونة بألوان زهية ليه عشان تجذب الحشرات أو تكون البتلات كبيرة وملونة أيضا لجذب الحشرات زاتة رائحة جاذبة للحشرات أيضا لها رائحة جذابة علشان تعمل على جذب الحشرات للزهرة رقم اتنين أن غالبا ما تكون الأزهار غير منتظمة التحور والشكل التويق بتاعها بيكون يشبه الشف عادة كما في حنك السابع أو المهميز وبيوجد بها الرحيق كما في البنافسك من الصفات أيضا أن عدد الأزدية بتكون قليلة وحبوب اللقاح بتكون زات سطح شوكي ليه سطح شوكي؟ عشان تقدر أن هي تمسك في المياسم أو عدد الأزدية بيكون قليل فما بيقدرش أن هو يلقح الزهرة لأن عدد الأزدية بيتوقف عليه عدد حبوب اللقاح وحبوب اللقاح قلنا أن هي بتنتج بكمية كبيرة علشان بتضيع في الهواء أو بتضيع أو بتنقطع المطق وتعرض إلى الضياء ففي الحالة دي الحشرات هي اللي هتقوم بعملية التلقيح وعشان كده حبوب اللقاح لازم تكون زات سطح شوكي عشان تمسك في الحشرة أو لازج تتعلق أيضا بجسم الحشرة من الصفات المهمة برضو في الأزهار حشرية التلقيح أن يكون الميسم صغير الحجم الميسم بيكون صغير الحجم في حبة اللقاح ما بتقدرش أن هي تتمسك به أو تلتصق به لصغر حجمه علشان كده الأزهار الحشرات بتكون هي أهم عنصر فيه تقصيب هذه الأزهار طبعا الميسم علشان يجزب الحشرة لازم يكون سائل ولازج طبعا مصكر علشان يجزب الحشرة تنتصر الحجم بتاعه عند النطق وتلتصق به حبة اللقاح طيب ننتقل إلى الطريقة التانية في تلقيح النباتات أو التلقيح الخلطي في النباتات الزهرية وهو التلقيح بواسطة الرياح تسمى الأزهار اللي بتتلقح بالرياح بريحية التلقيح يبقى الأولى كانت اسمها حشرية التلقيح واللي هي تم تلقيحها بواسطة الرياح بتسمى ريحية التلقيح وتوجد فيه جميع النباتات معارض البزور والعديد من ذات الأزهار المجوافة وبعض زوات الفلقطين طيب صفات الأزهار ريحية التلقيح زي ايه؟ أزهارها بتكون صغيرة ليس لها رائحة ولا لون وليس بها رحيقة عشان كده الحشرات لا تنجذب ليها أزهارها بتكون عادة بلا تويج أو غلاف زهري يساعد في جذب الحشرات ملهاش ألوان جذابة تجذب الحشرات وحبوب اللقاح عادة بتكون خفيفة الوزن ملساء كثيرة ليه؟ علشان تنتقل عبر الرياح بكميات كبيرة إلى مياسم الأزهار الأخرى لضمان انتشارها ووصلها إلى المياسم رقم ثلاثة إن الأزدية بتكون فيها طويلة ورفيعة ومتك الزهرة بيهتز لأقل حركة ليه بيهتز لأقل حركة؟ عشان تقدر الرياح توصل أو تهز الموتك وتاخد حبوب اللقاح تحملها إلى المياسم على الأزهار الأخرى ثم المياسم غالبا بتكون كبيرة وما بتكونش مسطحة لا بتكون ريشية الشك ليه؟ لضمان التقاط حبوب اللقاح كمان الألم بتاعها بيكون قصير علشان حبة اللقاح تقوم بعملية انبات انبوب اللقاح بسرعة وتلقيح واخصاب هذه الأزهار بسهولة ثم طريقة التالتة وهي التلقيح بواسطة المياه وتسمى النباتات اللي بتلقح بالماء بمائية التلقيح ولا يستعمل الماء في التلقيح في النباتات الزهرية إلى في حالات قليلة في النباتات المائية ده ما بيحدثش إلا في بعض النباتات المائية وقد يحدث التلقيح إما تحت سطح الماء إذا كانت كسافة حبوب اللقاح كبيرة أكبر من الماء كما في نبات لمح الناقة اللي بيغلب وجوده في المياه العزبة أو يحدث التلقيح على سطح الماء يعني فوق سطح الماء علشان حبة اللقاح بتكون ذات كسافة أقل من الماء وبذلك بتكون خفيفة وتعوم على سطح الماء كما في نبات روبيا الذي يكسر في مياه مصر الملح آخر طريقة في تلقيح الحشرات وهو التلقيح بوسطة الإنسان اللي نحن نطلق عليه التلقيح الصناعي وفيه يقوم الإنسان بتلقيح النبات بنفسه ويلجأ الإنسان للتلقيح الصناعي للآتي ليه الإنسان بيقوم بعملية التلقاح الصناعي للأسباب اللي احنا هنقول عليها عندما يريد إيجاد نباتات جديدة ذات صفات ممتازة وأن تكون هذه الصفات بنباتات عديدة يعني هو عايز عدة صفات بس الصفات دي مش موجودة إلا في عدة نباتات موجود صفة هنا وصفة هنا وصفة هناك وهو عايز يجمع هذه الصفات كلها ويضعها في نبات واحد ويحتاج لجمعها في نبات واحد كما في تلقيح صنفين من القمح أحدهما بيكون مبكر النطج والآخر وافر المحصول عندنا أمح بيكون مبكر النطج وده طبعا بيبقى جيد جدا والآخر وافر المحصول وطبعا ده هيديني محصول كبير أو محصول عالي الجودة فاحنا عايزين نضم الاثنين دول مع بعضهم في صنف واحد علشان كده بنقوم بعملية التلقيح الصناعي فناخد صفات الأمح المبكر النطج وناخد أيضا صفة المحصول الوافر أو السبب التاني للحصول على أصناف ذات صفات جيدة منيعة ضد الأمراض النباتية أو تلقيح نخيل البلح لأن عملية تلقيح البلح بتكون صعبة جدا وشاقة وبتحتاج فيها إلى عملية ميكانيكية عن طريق الإنسان اللي بيصعد لأعلى بياخد حبوب اللقاح وبيلقح بها مياسم النخلة الأخرى الأنسة لأنه زي ما احنا عارفين أن النخل صناء المسكن وده لضمان الحصول على محصول وفير شفنا طرق التلقيح في النباتات وعرفنا أن فيه أربع أنواع من عمليات التلقيح تلقيح بوسطة الحشرات، الرياح، المياه، والإنسان اللي احنا بنسميه التلقيح الصناعي وعرفنا أن لكل نوع من أنواع التلقيح اسمه معين فإذا كان بيتم عن طريق الحشرات يبقى تلقيح حشري أو نباتات حشرية أو أزهر حشرية وإذا كانت بتتلقى عن طريقة الريح بتبقى أزهر ريحية وإذا كان بتتلقى عن طريق الماء بتبقى أزهر مائية وعرفنا أن في الأزهر المائية إما التلقيح يحدث تحت سطح الماء ده في حالة أن تكون حبوب اللقاح كسفتها أعلى من كسفة المية يعني أتقل من كسفة المية وبالتالي بيتم التوقيح في المياه تحت سطح الماء أو بتكون حبوب اللقاح كسفتها أخف من المية فبيتم التوقيح على سطح المياه زي ما في النباتات البحرية الموجودة في مصر ثم التوقيح الخلطي عن طريق الإنسان وهو ده الأهم ليه؟ لأن التوقيح الخلطي أو التوقيح الصناعي بنهدف من وراءه بإنتاج محصول عالي الجودة وزي صفات ممتازة زي مثلا زي ما قلنا في الأمح عايزين محصول يكون مبكر النطج يمضج بسرعة عشان أبدأ أزرع نفس المحصول مرة تانية بعد جمعه وأن يكون المحصول وفير وده ممكن يكون في صنف آخر فبيتم عملية التوقيح أو توقيح خلطي أو توقيح صناعي ما بين الصنفين عشان يدوني صنف واحد يحوي على الصفاتين أو أن مثلا نباتات زي النباتات النخيل اللي بيكون فيها نبات ذكر ونبات أنسة وطبعا علشان يكون فيه محصول وفير يجب أن تكون عملية التوقيح كثيرة وده ما نضمنوش فبالتالي بنرجع إلى عملية التوقيح صناعي عن طريق الإنسان بأننا بنجعل فرد من الأفراد بيطلع فوق ياخد حبوب اللقاح أو المجموعة الأسدية اللي فوق فيه النخلة المذكرة ثم يصعد إلى النخلة المؤنسة ويقوم بعملية توقيح للمياسم اللي موجودة على النخلة الأنسة كده إحنا عرفنا عمليات التوقيح وطرقها وحنشوف دلوقتي إزاي بتتم عملية الإخصاب واللي من خلالها حتنتج سمار هي دي الأهم لأنها بتعتبر هي المحصول الرئيسي اللي إحنا عايزينه تعالوا نشوف مع بعضينا الإخصاب وإزاي بيتم الإخصاب هو اندماج الجميطة المذكرة اللي هي النواة الزكريية التناسلية مع الجميطة المؤنسة اللي هي البيضة وبيعتبر الإخصاب في النباتات الزهرية إخصاب مزدوج حيث تنقسم النواة الزكريية إلى نواتين زكريتين إما داخل الموتوك أو في انبوبة اللقاح وتتحد إحدى النواتين وتركبها نون يعني نصف العدد من الكروموسومات أو العدد الأحادي من الكروموسومات مع بيضة تركبها أيضا نون أو نصف العدد من الكروموسومات ويتكون من خلال ذلك الزيجوت اللي بيكون تركيبه اتنين نون ليه إزا يجود تركيبه اتنين نون اللي هو العدد الأصلي للكروموسومات داخل النبات لأنه بياخد نصف التركيبة أو نصف عدد الكروموسومات اللي موجودة في حبة اللقاح أو انبوبة اللقاح وبياخدها أيضا من البويضة اللي هي كانت تشارك بنصف عدد الكروموسومات اللي هو نون علشان كده بقى عندنا العدد الأصلي للكروموسومات وهو اتنين نون بيبدأ إزا يجود بعد كده بنكسام وبنكسامه لعدة مرات بيتكون الجنين أو بيتحول إلى الجنين أما النواة الزيجرية الأخرى فبتتحد مع نواة الكيس الجنيني وتركبها أيضا بيكون اتنين نون وبذلك تتكون نواة الاندوسبيرم يبقى النواة الزيجرية الثانية حتتحد مع نواة الكيس الجنيني وتركبها حيكون برضه اتنين نون وبذلك تتكون نواة الاندوسبيرم الأولية و Jingle واحنا عارفين أن الاندوسبيرم هو غزاء المحيط به الجنين داخل البزرة وتركبها بيكون ثلاثة نون يبقى تركيب النواة الاندوسبيرم حيكون ثلاثة نون وبانقسامها يتكون الاندوسبيرو أو الاندو ديرميس الاندوسبيرو أو الاندو ديرميس انقسام ونمو الخلية النباتية قبل ما نتكلم عن انقسام ونمو الخلية النباتية خلينا نتكلم شوية عن الإخصاب واللي حصل في الإخصاب احنا عرفنا ان حبة اللقاح بعد ما بتسقط على الانبوبة اللقاحية بتبدأ ان هي او بعد ما بتسقط حبة اللقاح على الميسم بتبدأ بانبات التشرب المادة اللازجة السكرية اللي موجودة على الميسم ويبدأ انبات انبوبة لقاحية بتمتد داخل القلم ثم تدخل الى المبيض لتلتحم بعد ذلك بالبويضة الانسوية زي ما احنا عرفين ان البويضة الانسوية بتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات ليه؟ لان الخلية الامية الانسوية اللي موجودة في المبيض انتجت اربع خلايا كل خلية منهم بتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات يعني نصف الصفات الوراثية بينما الخلية الزكرية اللي موجودة في انبوبة اللقاح اللي نبتت ايضا تحتوي على نصف العدد من الكروموسومات يعني نصف الصفات الوراثية الزكرية كده عندنا نصف العدد زكري نصف العدد انسوي لا يتكون ابدا الزيجوت الا عن طريق التحام او التحام الجاميطاتين مع بعض وتكوين الزيجوت اللي هو عبارة عن خلية واحدة نتجت عن عملية الاخصاب اندماج النواء الزكرية بالنواء الانسوية في البويضة وتكوين ما يعرف بالزيجوت اللي هو هيبقى كان بقى عدد الكروموسومات بتاعته اتنين نون يعني بيحتوي على العدد الاصلي من الكروموسومات كده بقى الزيجوت ده كائن يحتوي على العدد او خلية تحتوي على العدد الاصلي من الكروموسومات بانقسام الزيجوت عدة مرات جنسية او جسمانية عن طريق الانقسام الميتوزي حيتحول لي الى جنين يبقى الزيجوت بانقسامه بيتحول الى جنين والجنين زي ما احنا عارفين اللي هو بيحتوي على صفات الاب وصفات الام صفات الاب من خلال انبوبة الانباد او النواء الزكرية الموجودة في انبوبة الانباد والصفات الانسوية اللي كانت موجودة في البويضة داخل المبيض يبقى كده الجنين بتاعنا بقى في صفات الاب وصفات الام مجتمعة فيه كده تكون لي الجنين بتاع البزرة لكن هذا الجنين علشان ينمو يحتاج الى جزاء طب هو محبوص جهو البزرة حياكل منين عن طريق الاندوسبيرم اللي هو محيط بالجنين والاندوسبيرم عادة بيكون برضو خلية زكرية كانت بتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات التحمت بالكيس الجنيني وكونت لي الاندوسبيرم اللي العدد الكروموسومي بتاعه تلاتة نون تلاتة نون ويحتوي على النشا اللازم لتغذية الجنين عند انباته او عند وصول الماء اليه وتنشيط الجنين والانبات كده احنا عرفنا ازاي تمت عملية التلقيح وعملية الاخصاب ازاي تكون الجنين وازاي البزرة بقت موجودة وهو ده كان الهدف من وراء التلقيح والاخصاب اخراج بزوره ناضجة والبزورة الناضجة بتكون موجودة فين؟ في السمار الناضجة والسمر عبارة عن ايه؟ عن مبيض الظهرة اللي بيحصل جواه عملية الاخصاب دلوقتي هننتقل الى عملية الاخصاب وكيفية الانقسام اللي بيحدث داخل الجنين وداخل الاندوسبيرن وايه اهمية هذه الانقسامات في عملية النمو؟ الاخصاب وانقسام نمو الخلية النباتية بتوجد انواع مختلفة من الانقسام بيعرف انقسام الخلايا التي تكون جسم الكائن الحي او المكونة لجسم النبات بانه انقسام غير مباشر بيطلق عليه اسم الانقسام الميتوزي ونوع اخر بيتم في الخلايا التناسلية للنبات وينتج عنه تكوين البويضات وحبوب اللقاح في النباتات ويعرف باسم الانقسام الاختزالي او الانقسام الميوزي لذا يوجد انقسامين في الخلية الانقسام غير المباشر اللي هو الميتوزي والانقسام الاختزالي الميوزي وبتشمل مراحل الانقسام في كل منهما انقسام نووي وانقسام سايتو بلازمي اذا احنا بنتكلم عن انقسامين بيحدثوا اثناء عملية النمو انقسام ميتوزي او انقسام جسمي عن طريق الخلايا وانقسام مايوزي انقسام جنسي وده هو اللي هيكون لحبوب اللقاح المذكرة او بويضات المؤنسة علشان تتم عملية الاخصاب ان شاء الله باذن الله في الحلقة المقبلة هنتكلم عن كيفية عملية الانقسام الميوزي والميتوزي داخل الخلايا لانتاج الجنين وبدء عملية الانبات والنمو والى هنا تنتهي حلقة اليوم بنشكركم ونتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة